مجزون لهم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من إحراز مكاسب ميدانية جديدة في جبهة الشمالية الغربية لمأرب وذلك عقب معارك ضارية مع ميليشي الحوثي الإرهابية ووفق مصدر الميداني فإن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا في أطراف ود الجفرة في مدرية مجزر تمكنت خياله من تحرير أحد المواقع الحاكمة إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة فيما اضطرت عناصر الميليشي إلى الفرار على وقع ضربات الجيش والمقاومة أقر مكتب التربية والتعليم في حريب في مأرب اليوم استئناف الفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس المدرية بعد تطهيرها من الألغام والعبوة الناسفة التي زرعتها ميليشي الحوث الإرهابية قبل دحرها من المدرية وبحسب وكلة سبأ الحكومية فقد عقد اجتماع موسع في المركز التعليمي في المدرية لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجهها العملية التعليمية في حريب والمقترحات والحلول المطروحة لمعالجتها وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وإعادة مظاهر الحياة الطبيعية والمعتادة إلى المدرية أفادت مصادر عسكرية عن تجدد المواجهات بين قوات الجيش ومليشي الحوث الإرهابية اليوم الأحد شرقي مدينة تعز وطبقا للمصادر فإن المواجهات تجددت بين الجيش ومليشي الحوثي في محيط القصر الجمهورية ومعسكر التشريفات وأسفلت عن مصرع عدد من عناصر الميليشي شكى مواطنون من رفع مالكي محطات الكهرباء التجارية في محافظة إب كلفة الخدمة في ظل أزمة المشتقات النفطية التي افتعلتها ميليشي الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها منذ أكثر من شهر وأكد المواطنون ارتفاع سعر الكيلوات الواحد في فواتير شهر يناير التابعة لتلك المحطات إلى مستويات تتراوح بين 380 ريالا و430 ريالا بدلا عن 280 ريالا مشيريا إلى أن ميليشي الحوثي رفعت الاشتراكات الخاصة بمحطات الكهرباء التي قامت بدورها بإضافتها على المواطنين وتتراوح بين 1203 ألاف ريال الأمر الذي أضاف عبءا جديدا على المواطن الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة تظاهر العشرات في مدينة الظالة المطالبة بمحاكمة المتهمين في وقاع اغتيالات من بينها حديثة اغتيال عميد كلية التربية خالد عبد الحميدي في ديسمبر من العام 2020 وتأتي هذه التظاهرة وسط اتهامات أطلقها أقارب الأكاديمي الحميدي ضد جهات نفيذة بمحاولة نقل المتهمين إلى أحد سجون عدن ضمن جهود تعمل بالإخفاء على تمييع حدثات اغتيال الحميدي ومثلها ملف قضايا الاغتيالات التي طالت نشطاء وأكاديميين في المحافظة الواقعة تحت نفوذ ميليشي الانتقالي المدعوم إماراتيا هذا ما لدينا حتى الساعة في أمان الله اشتركوا في القناة